بسم الله الرحمن الرحيم مادة CS331 وهي مادة الـ Advanced Operating System وهي مادة من المواد المتقدمة مادة هاردوير أم سوفتوير للدفلوبر للمبرمجين والمطورين برامج حقيقة المادة يجب الطالب أن يكون في عنده باكجراون عن الهاردوير وتركيب الجهاز ويعني هي شغلات لا تخفى على أي شخص الآن شو كان تركيب الجهاز يعني عيام ما درسنا المادة كنا نتصور الـ CPU تصور كيف انها جوات السيرفر أما الآن فيه صور على النت وفيه تشريح للصور وفيه كمان أجهزة قديمة كثيرة تقدر تتفرج على الأجهزة شو فكرة الـ Deadlock ظهرت معنا فكرة الـ Deadlock لما كنا نعمل قفل لـ Critical Section بالشابتر الماضي اللي هو شابتر الـ Synchronization لاحظنا أن بعض الـ Processes ممكن ما تمشي بالخطوات الثلاثة الرئيسية إنها تخذ القفل تعمل الـ Progress للـ Critical Section ويكون في عندنا Bounded Waiting مراقبة للوقت ويتكمل ضمن الوقت المعقول وتسلم وتعمل ريليس للقفل فطبعا هو تنفيذها الـ Process للـ Synchronization بيؤدي إلى إنها تستخدم أكثر من رسورس بنفس الوقت ممكن تستخدم رسورس إموت أوتبوت ممكن تستخدم الـ CPU وبالتالي يؤدي إلى قفل المنطقة هاي لفترة طويلة اللي هو يسمى تعليق الجهاز بيعلق بتلاحظ إنه الـ Session بتعلق يعني خلينا إحنا نعتبر الـ Deadlock لحظ اللوك اللي إحنا عملنا المرة الماضية صار فيه نقطة قاتلة بحيث إنه الموقع هذا بالكمبيوتر تم تعليقه وخصوصا إذا كانت الـ CPU أربعة كورز والأربعة كورز مع أربعة بروسيسز ومعلقات نفس الوقت طبعا هم بمثل الـ Deadlock وفكرة الـ Deadlock زي فكرة القطار والسيمافور والعارضة الطريق إجي القطار بديو يمر عن السكة الآن السكة لا تتسعي لقطار واحد لو إجي قطار من الجهة الثانية بيقدرش يمر وإذا ظلوا مستمرين ممكن يصير الـ Collagen فبالتالي السيستم يوقع فبالتالي يجب أنه يمر من هاي المرحلة الحرجة بأقصر وقت ممكن بأسرع وقت ممكن ونفذ العمليات اللي عنده وما يتأخر رح نتعرف بهذا الشابتر على بعض الخصائص العامة اللي بتأدي لعمل الـ Deadlock رح نأخذ بعض المثلات اللي بتم من خلالها overcoming وaddressing لهاي الـ Deadlock handling يعني حل لمشكلة الـ Deadlock طبعا هاي المثلات وهاي الخوارزميات تم بنائها وتجهيزها بأنظمة التشغيل خليني نعتبر الـ Windows 10 فيها كل توقعات الـ Deadlock وشو الحلول لكل مشكلة وكمان الوقاية خير من العلاج خير من أننا نعالج المشكلة لما تحدث لأنه ممكن معالجتها تكون صعبة شوي لـ Prevention إنه نمنع إنه يحدث للـ Deadlock المناطق الحرجة اللي ممكن يصير فيها Deadlock نمنعها ورح نأخذ أدلة على ذلك نحن أخذ كمان باستمرار الكيرنال تاع الـ Windows أو الكيرنال بتاع نظام التشغيل بيعمل إذا صار Deadlock recovery للـ Deadlock حتى ما يضرب تصور إنه مثلا لا سمح الله صار فيه أكثر من Deadlock بسيرفر الجامعة والآن صار down فمشان هي كده بتلاحظ بنسقه مثلا الامتحانات عما تبلش على الساعة 2-2-3 دقائق للشعبة هاي 2-5 دقائق للشعبة هاي ففيه فترة سماح 10 دقائق إنه ما يصير مثلا بطلنك نفس الإشي بأنظمة البنوك بيعملوا السيمافور والقفل للأنظمة فأهداف الشابتر واضحة فكرة Deadlock واضحة موجودة بكل نظام يعني أنا بشبهها لو إنك أنت بدك تنزل لك فيديو أو فيلم أو محاضرة من موقع المحاضرة مسجلة زمان ومنشورة على أكثر من سيرفر ممكن إنك ما تلاقيهاش أو تلاقيها بسيرفر الأولاني سيرفر الأولاني الاتصال بمنطقته ضعيف جدا بتروح أنت بتغلق الساشن بتغلق الشاشة بتروح بتدور بالموقع الثاني وهكذا بالموقع الثالث حتى إنك تلاقي موقع سريع نزلك إياها الآن كيف عملية دراسة Deadlock دراسة Deadlock أول إشي شو الأشياء اللي موجودة بالكمبيوتر الكمبيوتر يتكون من قطع هاردوير وسوفتوير هاي لدرس صف سابع أو صف خامس ابتدائي بيعرف إنه الكمبيوتر يتكون من هاردوير وسوفتوير لكن إحنا كمبرمجين وكو مطورين برامج ما نتفرج على الكمبيوتر هيكليا من الخارج بنقول الكمبيوتر متكون من عدد من الرسورس بيكون بيكون فيه وحدة معالج مركزي الرسورس الأول والرئيسي اللي هي CPU والسي بيو بتكون مكولة من أكثر من إنستنس يعني فلاحظ هذا الإشي بتم عكسه بهذا الشكل منقول الـ CPU هي المصدر الرئيسي الرسورس الرئيسي لتشغيل وتنفيذ العملية الـ CPU ممكن تكون عبارة عن I3 أو I5 أو I7 فبالتالي بيكون فيها أكثر من إنستنس أكثر من كور فبالتالي لنفرض أنه CPU تبعتنا هي مخصصة وموجود أربعة كور بقدر أنا أشغل بهاي CPU إذا عملت وبروسيسينج أقدر أشغل أنا أربعة ثريد أو أربعة بروسيس بنفس اللحظة على CPU هاي هاي الكور الأول بعطيه ل البروسيس الأولى أو الثريد الأولى الكور الثاني بعطيه للبروسيس الثاني طبعا هاي الرسومات رح تتعرفوا عليها هاي عبارة عن نوتيشنز إجز و رح نتعرف عليهم ورح يجوا أسئل كثير عليهم تحاولوا التعرف عليهم رح تعرف عليهم اليوم الآن هاي لبروسيس الثالثة وهاي لبروسيس الرابعة حتى اتجاه السهم للأعلى أو للأسفل مهم وهاي لبروسيس الرابعة أوكي صار في عندنا أربعة ثريد أو أربعة بروسيس شغالين بالCPU لو إجت الآن بروسيس طبعا هاي بروسيس بتم تمثيلها بدائرة والريسورس بتم تمثيله بمربع إذا كان في أكثر من إنستنس بتم تمثيلها بنقاط داخلية أو مربعات صغيرة داخلية إذا سمحناهم وعادة حطوا نقطة بس إحنا كونها CPU كبيرة الآن في عندي بروسيس رقم 5 لاحظوا المشكلة اللي رح أصير وبدها تطلبها بدها تطلب من الخارج لأنه ما تخصص لها شيء بدها تعمل ريكوست ل ريسورس CPU هل في مجال بسيس اللي معنا ما في مجال الآن لو صار فيه سيركلر اللي رح نشوف فائد رح يصير في عندنا مشكلة نحن لا بدنا نتعرف عن الرسومات سنتعرف عنها للمرة القادمة ورح نعرف كل رسم بيجينا ما المقصود فيه لكن بدنا نعرف الرموز آآ الرسورس هذا الرسورس هذا الرسورس الرئيسي طيب الرسورس الرئيسي له الرسورس 1 هو عبارة احنا عارفين انه CPU لكن بجزلة قدام ما نعرف ش CPU بجزء كيبورد بجزء نحن عارفين انه CPU لانه خصصنا انه CPU كأنه الكمبيوتر ما فيه CPU وبروسيسي فيه شرامات وفيه input output طيب الرسورس هذا فيه اكثر من إنستنس هذا اللي من نعرف اليوم هاي الإنستنس الاولى W1 W1 هاي W2 هاي W3 مثلا بغض النظر عن اسلوب الترقيم هاي W4 في اربعة إنستنس الرسورس الاولى رقم واحد فيها بيكون اكثر من إنستنس فهذا الجزئية اللي من نفهم هاليوم انه ممكن الرسورس زي CPU يكون فيها اكثر من نوع الرام ممكن يكون اكثر من حبة رام ونفس الرام مقسمة الى اكثر من إنستنس نفس الاشي الـ CD drive او ال copy drive او وهكذا كل الرسورس هم CPU cycle نحن بدنا زمن نخصص البروسيس لكي تنفذ داخل CPU فحسب السيناريو اللي عندنا نقدر نخصص الاربع CPU لو احد خمس تنتظر الان لو هؤلاء ضلوا بالسيستم لفترة طويل رح سيصير عندنا مثلا deadlock زي هيا الميموري space كل بروسيس حتى تيجي لهم تتخش بالميموري ستنفذ ممكن تطلع على input output بدها ادخال من input output الان الحركات اللي بدها تصير جوات الكيرنل حتى نضبط عملية ال resources وما صير عندنا deadlock والراقب كل عملية ونعمل detections باستمرار على كل عملية البروسيس بتعمل request هيا البروسيس خمسة قاعد بتعمل request بتطلب الخدمة اذا كان في resource مخصص الها حسب الخدمة اللي بدها تطلبها بتستخدمه بعد ما تستخدمه لازم تعمل release الان في خوارزميات بتضبط عملية request في خوارزميات بتضبط عملية release وشفنا هذا بالwaiting والsignal كمان لما كنا نعمل هاي الفكرة من chapter اذا هذا سلايد هو اهم سلايد شو هما resources اللي موجودين عندنا resource 123456 حسب عدد resources كل resource ممكن يكون اكثر من instance الان process بتطلب request to use or release طب شو لقد بيحكي لك شو الخصائص اللي بدلنا على انه ممكن يكون عندنا deadlock بالsystem process عملت قفل لمنطقة معينة او بوقت معين لresource معين زي ما شفنا ظلت holding في وتنتظر مش مسموح انه نقطعها طبعا اذا كان المسموح انه يقطعها خلاص بقطعها وبتنتهي ما بطر صير في عندنا deadlock بيكون deadlock لحظي مش بعلق الجهاز hanging واخر اشي اللي هو circular wait انه يصير عندنا دائرة متكاملة بالsystem والدائرة ها يتأدي الى انه request الاولى الprocess الاولى بتهتطلب resource الاول والresource الاول ماسكيته لبروسوس الثاني والبروسوس الثاني بتطلب resource الثاني والresource الثاني طبعا رح اوقف هون انا بشرحي هاي عملية بالsystem وهي عملية circular بدنا نعمل عملية circulations لاحظوا هاي في دائرة process بتطلب resource الرسource ممسوك من واحد الثاني الان مخصص لواحد ثاني لاحظ الرسource في instance واحد مخصص لواحد ثاني فهي بظل تطلب وهي بظل تطلب وهي بظل تطلب فبصر عندنا high circle فإذا صار عندنا two deadlock او صار عندنا احتمالية deadlock بالsystem هذا طبعا هاي انا جبت الرسم مشان عملية circular waiting انه صير عندنا دوائر مغلقة بالsystem وكليات بتنتظر بعض هذا مش راضي يحرر الرسource اللي عنده وهذا بطلب الرسource اللي عنده الثاني والثاني مش راضي يحرره فهي الفكرة من عملية deadlock يجب ان يتحقق ان الاربعة هذولا معا سنو سنو وصل كثير بيجي سؤال بيحكي لك تحقق في system hold and wait to permission هل صار عندنا deadlock احتمال ضعيف صار عندنا deadlock يجب ان يتحقق ان الاربع شروط بكامل الاربع خصائص بكامل مواصفات حتى يحدث اشتركوا في القناة